بسم الله الرحمن الرحيم لكن بالطبع نتمنى التوفيق لمنتخبنا تحت قيادة إيهاب جلال بعد الفوز في اللقاء الأول على منتخب باغينيا بهدف مقابل لاشي كمان هنلقي الدوء على المشوار القادم بالنسبة للنازي الأهلي عندنا مباراة مهمة جدا في كأس مصر يوم الأحد القادم النهاردة الأربعة نمتكلم في أقل من 96 ساعة على مستهل مشوار مباراة كأس مصر في الموسم الجديد وبعدها ب72 ساعة مباراة مؤجلة مع أسترن كومباني ثم بعد كده مباراة الزمالك يوم 19 يونيا ثم لقاء غزل المحلة ثم لقاء بيرامدز في كأس مصر العام الماضي أو الموسم الماضي فبالتالي شهر يونيا في مباراة مهمة جدا وحاسمة ومحتاجين تركيز وهدوء بالنسبة للمرحلة الجاية عشان نتخطى كل هذه المباراة فظل إن هي مباراة بتحمل سلاسة بطولات دوري الموسم الحالي كأس مصر الموسم الماضي وكأس مصر في الموسم الجديد لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقت اليوم وسؤال حلقة النهاردة من برنامج التريند بالتأكيد هيكون التركيز على مباراة منتخبنا بكرة أمام منتخب إثيوبيا عايز أعرف من حضراتكم توقعاتكم لتشكيل المنتخب غدا في لقاء إثيوبيا شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الخيرة أستعرض أكبر قدر من أراح حضراتكم وتوقعاتكم للتشكيل اللي هيخود مباراة الغد بالتأكيد في ظل غياب أحد أبرز نجوم منتخبنا الوطني محمد صلاح لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في تريند الأهلي الأهلي يستكمل مناقشاته مع موسماني الجمعة وفي التريند المحلي المنتخب يختتم تدريباته استعدادا لإثيوبيا وأخيرا صلاح لاعب الموسم في ليفربول النهاردة بتأكيد في مجموعة من المباراة في ظل الأجندة الدولية ولكنها مباراة إفريقية التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس الأمم في الكود ديفور 20-23 أولى المباراة يمكن منذ قليل انتهت بتعادل أغندا مع النيجر بهدف مقابل هدف وبعد قليل وتحديدا في الساعة السادسة من مساء اليوم في تلات مباراة في توقيت واحد الجابون بيستضيف موريتانيا الكونغو برازافيل بيستضيف جامبيا وتنزانيا بتستضيف منتخب الجزائر المنتخب العربي الشقيق الساعة التاسعة من مساء اليوم بنين بتستضيف موزنبيق ومباراة مهمة جدا في نفس اليوم الساعة التاسعة السودان بتستضيف جمهورية الكونغو الجيمقراطية بالتأكيد منتخب السودان منتخب عربي يتمنى له التوفيق والكونغو الجيمقراطية تحت قيادة هيكتور كوبر اللي خسر المباراة الأولى كانت مفاجأة مدوية أمام منتخب الجابون نتمنى نشوف مباراة كبيرة وبالتأكيد هتكون ناتجتها مؤسرة على مشوار هيكتور كوبر مع منتخب الكونغو الجيمقراطية خلال الفترة القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لفقر الترند ترند وأبرز الأخبار والمعلومات والكواليس والجديد في الساحة الرياضية أعلم بحضراتكم من جديد وفقر الترند ترند وأبرز الأخبار الموجودة على الساحة الرياضية خاصة فيما هو متعلق بالنادي الأهلي في المقام الأول ثم كمان هنتناول بعض الأخبار الموجودة في الساحة الرياضية سواء في الشأن المحلي أو حتى في الشأن الدولي والقري خلال الفترة اللي جاية هبدأ بحضراتكم بالخبر المهم اللي بالتأكيد نشر بالأمس أو نقدر نقول في الساعات الأولى من صباح اليوم على الموقع الرسمي للنادي الأهلي ومتعلق أن النادي الأهلي أعلن استكمال مناقشاته مع مسماني بعد عودته يوم الجمعة ناقش الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر برنامج زوم مع بيتسو مسماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول للكرة داخل النادي الأهلي وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور والكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة ولجنة التخطيط التي تضم كل من الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في اجتماع اليوم نظرا للحالة الصحية لمسماني والذي أفاد أنه سوف يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل وسوف يكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادا للمرحلة المقبلة ده خبر متعلق بمنقشة بعض الأمور الفنية والإدارية الخاصة بفريق القرى مع بيتسو مسماني اللي موجود حاليا في المغرب وعنده هناك دورة تدريبية بينظمها الاتحاد الإفريقي للمدربين بخصوص الرخصة البرو رخصة المخترفين مع المدربين ودي أول دورة تدريبية الاتحاد الإفريقي بيقيمها خلال الفترة الحالية لأن الدورة الأبل كده كانت عبارة عن دورة تجريبية لأن رخصة البرو ما تمش قبل كده منحها لعدد من المدربين الأفارقة فهتبقى هي الأولى من نوعها داخل الاتحاد الإفريقي وللأسف طبعاً الكرة الإفريقية متأخرة في مسائل الرخص التدريب بالنسبة للمدربين فده كان اجتماع الهدف منه منقشة بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة في المرحلة اللي جاية طب إيه هي المرحلة اللي جاية؟ عندنا مباراة يوم الحد اللي جاي مع النادي المصري بيتسلوم في كأس مصر دور الـ 32 في المسابقة الجديدة للموسم اللي احنا بنلعبه حالياً هتبقى يوم الحد اللي جاي بعدها بـ 72 ساعة عندنا مباراة مع إستر نيكمبانيها مباراة معجلة يوم 15 يونيو ويوم 19 ستة مباراة القمة أمام نادي الزمالك يوم 22 ستة عندنا مباراة تانية في الدور العام واستكمال مباراة الدوري ثم يوم 26 مباراة مع بيرامدز في كأس مصر دور الربع النهائي لكأس مصر العام الماضي ومباراة مهمة جداً وحاسمة بالنسبة لمشوار البطولة اللي وصل للمباراة النهائية فريق الزمالك بعد إقصاء فريق أسوان في نصف النهائي من بطولة تكأس مصر وبالتالي لما أسرد هذه التواريخ وأتكلم عن التواريخ والمباراة القادمة اللي النادي الأهلع ياخد فيها عدد من اللقاءات خلال هذا الشهر دا يندل على شيء بيدل لنحنا عندنا مرحلة صعبة جداً ومرحلة مهمة ومباراة بتحمل ثلاث بطولات دور عام ومباراة مهمة جداً مع عناد الزمالك عشان فارق النقاط والأهل عنده مباراة مؤجلة فلو فاز بالمباراة المؤجلة هيفرف النقاط مع الزمالك وده شيء مهم جداً قبل ما تستكمل المباراة في الفترة اللي جاية وكمان مهم جداً إنك تاخد الصدارة مبكراً سواء في شهر ستة أو سبعة عشان لما يتم إرسال أسماء الأندية للاتحاد الأفريقي تكون أنت في مركز يسمح لك بالمشاركة في دور أبطال إفريقيا ركزوا في التفاصيل المهمة دي وعندنا مباراة كأس مصر موسم جديد ومباراة كأس مصر موسم قديم ومباراة منها مع فريق بيرامدز وهذه المباراة بالتأكيد يعني الناس كلها عارفة بيبقى ليها شعبية وجماهرية ومتابعة كبيرة جداً بالنسبة لجمهوري النادي الأهل في الكام سنة اللي فاتوا فالمطلوب في الفترة الحالية في ظل ضغط المباراة دي وفي الظل المنافسة على البطولات دي بعد فقدان لقب دور أبطال إفريقيا الإسبوع الماضي أمام الوداة في نهاية دور الأبطال بالأحداث كلها كلها اللي احنا عارفينها محتاجين نركز ونهدى شوية في الفترة اللي جاية عشان يبقى فيه فرصة أنك تقدر تسعد جمهورك في الفترة الجاية والجمهور نفسه يعني يتغاد عن الفترة السابقة ويبدأ يركز في الفترة اللي جاية عشان البطولات القادمة لسه الموسم مخلصة ولسه الموسم ما انتهاش فبالتأكيد بتسعى للفوز بي الكاس والدوري وخاصة بعد الإعلان عن إقامة السوبر موسم 2020-2021 وموسم 2021-2022 في الإمارات العربية المتحدة الدولة الشاخقة لتصديف السوبر في النسختين الفترة اللي جاية فبالطبع مهم جدا تكون موجود فيه الحدثين في الفترة الجاية في ظل أن كمان كاس السوبر في النظام القديم أو النظام الحالي مختلف في فكرة المشاركة لو أنت بطل الدوري وبطل الكاس فيهم سابقة بتسمح بوصيف الكاس يلعب السوبر وفيهم سابقة تانية بتسمح أن وصيف الدوري هو اللي يلعب السوبر فمهم جدا تركزوا على التفاصيل دي وتركزوا على فكرة المشاركة الإفريقية وتفوز بعدد المؤجلات عشان المرحلة اللي جاية دي كانت نقطة مهمة جدا والناس تفهم الكامل ببينه السطور محتاجين هدوء الفترة الجاية عشان المرحلة مهمة جدا ومرحلة صعبة والمسلم لم ينتهي بعد طيب الجزء التاني وهو المتعلق بمباراة القمة وأنا بكلم على التواريخ والمباراة قلت 19.6 لقاء القمة ما تخلوش الأحداث تخلينا يعني ما نركز في تفاصيل مهمة في الفترة اللي جاية وهي مباراة القمة اللي حسب ما تم الإعلان عنه من اتحاد الكورة أنه هيكون طاقم تحكيم أجنبي هيقود هذه المباراة وتم الإعلان من المتحدث الرسمي والمدير التنفيذي للتحاد الكورة أنها هيتم استخدام حكم أو طاقم تحكيم من الدوريات الخامسة الكبرى اللي كان طالب النادي الأهلي قبل كده استخدام حكام لهذه المباراة فإذا المباراة القمة هيدرها طاقم تحكيم أجنبي بننتظر كمان مباراة بيرامدز في كأس مصر يكون فيها طاقم تحكيم أجنبي في دور التمانية طب الدوريات الكبرى الخامسة لها إيه؟ إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، أسبانيا الكلام اللي بيخرج من لجنة الحكام ومن اتحاد الكورة رايح في سكة ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا ده الكلام اللي دائر أو الكلام اللي طالع من بعض المصادر في اتحاد الكورة ألمانيا، أسبانيا، إيطاليا طبعاً إنجلترا في التحكيم مش من الأسماء الكبيرة يمكن المرة دي إنجلترا ممثلة في كأس العالم بحكم أو حكمين وده ما حصلش قبل كده في آخر كأس عالم لكن الكلام اللي طالع إنه ممكن يكون حكم أسباني أو طاقم تحكيم ألماني أو طاقم تحكيم إيطالي الجزية التانية إنه تقال مبرر إن الحكام الأوروبيين اللي من الدوريات دي اللي هيكون موجود في كأس العالم في قطر عشرين اتنين وعشرين مش هيجي حكم مباراة القمة نظراً لأن معسقر حكام النخبة اللي هيكونوا موجودين في كأس العالم عندهم معسقر يوم عشرين ستة يعني اليوم التالي مباشرةً لمباراة القمة فهو مبرر إن أنت مثلاً مثلاً يعني لو فكرت عايز تجيب الحكم الأسباني ماتيو أنتونيو هيقولك ده عنده معسقر في كأس العالم يعني أنا أعرض مع حضرتكم دلوقتي قيمة الحكام اللي تم اختيارهم لإدارة مباراة كأس العالم في قطر هيه قدامكم على الشاشة لما بناخد أول خانة أو أول قيمة على قدنا إلى الشمال ده قيمة الحكام اللي هيديره المباراة فيهم مثلاً حكم أسباني ماتيو أنتونيو ده موجود في كأس العالم فبالتالي مش هيكون موجود في مباراة القمة ننزل تحت شوية في حكم إنجليزي اسمه مايكل أوليفر وبعده حكم إيطالي اسمه دانيل رساتو دول برضو هيكونوا موجودين في المعسكر ومش هيكونوا موجودين في مباراة القمة الحكم الألماني دانيل سيفرت والحكم الإنجليزي أنتونيو تولر والحكم الفرنسي تريبن كليمنت دول هيكونوا موجودين في كأس العالم أو في المعسكر يوم عشرين فمش هيجوا في مباراة القمة طيب نروح للقايمة الدولية للحكام الألمان اللي تم اعتمادهم من الفيفا والقايمة الدولية للأسبان والقايمة الدولية للطلينة طيب نبدأ بالألمان قدامكم على الشاشة الخانة الأولى اللي على ديكو الشمال أولا على الشمال دي قايمة حكام الساحة مثلا في دانيل سيبرتي دا حاكم ساحة من قايمة دولية من 2015 دا هيكون في المعسكر يوم 20-6 فبالتالي مش هيكون موجود فبالتالي لما ييجي حكم من ضمن الحكام المختارين يعني لو حكم ألماني لازم يبقى من القايمة اللي قدامكم داية ما تجيش بقى تجيب لي حكم درجة أولى أنا عايز حكم دولي من القايمة دي لو دانيل سبيرت دا هيكون موجود في المعسكر يوم 20-6 أنا عايز بقى الحكام اللي موجودين وفي نفس الوقت لما تجيب حكام تقنية الفيتجو حكام الفار لازم يكون طاقم تحكيم تقنية فيديو ألمان لو أنت جايب طاقم تحكيم ألماني يعني مثلا عندكم انتقم تقنية الفيديو في اتنين موجودين في المعسكر يوم عشرين ستة باستين دانكرت وماركو فريدز دول اتنين موجودين في تقنية الفيديو في معسكر يوم عشرين ستة فبالتالي لو هتجيب حكام ألمان عندك مثلا مارك بروش وعندك كذا حكام مميز جدا في الحكام الألمان في تقنية الفيديو يعني من الآخر أنا عايز أقول لو حكم من دولفو معسقر يوم عشرين ستة بقى الأسماء دي هي اللي تيجي المطس القيمة ما لاقيش اسم من برى القايمة دي عايز اسم من الحكام الدوليين اللي كانوا موجودين في القايمة اللي قدامنا ودي آخر قايمة تم اعتمادها من الفيفا كحكام دوليين وعلى فكرة الفيفا استعان بيهم في التصفيات الإفريقية الموهلة لكاس العالم وكان من ضمنهم اتنين حكام موجودين في مباراة السنغال ومصر في الإيابة اللي تلعبت في داكار طيب لو رحنا لقايمة الحكام في أسبانيا قلنا ان أسبانيا متاخد منها ماتشو أنتونيو دا حكم ساحة دا دولي من 2011 يعني حكم دولي بقى له 11 سنة لو هتجيب بقى داكم تحكيم أسباني عندك القايمة اللي قدامك دي ما تروحش تجيب برضو حكم درجة أولى حكم دولي من القايمة دي يطلع بقى ماريو سانشيز يطلع خوانا مارتينيز أيا كان الاس لكن يكون من الحكام الدوليين وطبعا كل ما يكون خبرة وكل ما يكون حكم دولي كل ما يكون أفضل لأنه كمان في نقطة مهمة بص على الحكام اللي فيه فاخترهم لكأس العالم وهيبدأوا مع أسقر يوم عشرين ستة يعني مثلا في قايمة الألمان دانيال سبيرت دا حكم دولي من 2015 يعني بقى له سبع سنين في أسبانيا أنتونيو أو ماتيو أنتونيو دا حكم دولي من 2011 يعني بقى له 11 سنة حكم دولي لو رحنا لقايمة إيطاليا القايمة اللي جاية في دانيال أرساتو دا حكم دولي من 2010 لما بتجيب طاقم تحكيم إيطالي لازم يكون طاقم تحكيم خبرة لأن الفيفا لما بيستعين بالحكام في الأحداث الكبيرة بيروح يجيب حكام خبرة حكام بقى لهم أكتر من سبع سنين أو عشر سنين في القايمة الدولية فبالتالي لما تروح تجيب لي حكم من الأطقم اللي احنا بنعرضها لحضراتكم سواء الأسبان أو الألمان أو التالينة ما تروحش تجيب لي حكم دولي من 2022 لسه داخل قايمة دولية النهاردة الصبح لا عايز حكم دولي خبرة عدار مباراة كبيرة في دورة أبطال أوروبا حكم في اللاليويفا حكم في الدوري الأوروبي حكم في مباراة كبيرة في أسبانيا في إيطاليا في ألمانيا حكم دولي من 2014 من 2017 من 2013 مش 2022 ولو هتجيب حكام VAR لازم يكون من نفس البلد اللي انت هتجيب منها حكم الساحة اللي هيدير المباراة طبعا لو بصنا على حكام elvar يمكن الفيفا بيستعين بالحكام الألمان دايما أكتر في حكام التقنية تقنية الفيديو الأسبان مش ما فيش منهم حكم تقنية فيديو الطلاينة ما فيش حكم من تقنية الفيديو الألمان عندهم اتنين من تقنية الفيديو وبالتالي لازم يكون فيه طقم تحكيم على أعلى مستوى في الملعب وكمان تاقم تحكيم في تقنية الفيديو الفار على أعلى مستوى احنا قمنا بواجبنا ووصلنا الرسالة للتحاد الكورة ولجنة الحكام النهاردة وإحنا بنتكلم قبل معاد المطشب أكتر من 10-11 يوم المبرر عندك حكام في المعسكر يوم 20 عندك قيمة دولية فيها 10-12 حكم وفيهم دوليين بقالوا أكتر من 7-8 سنين ما شوفش حكم من برق قيمة دولية لأن هنا هتبقى يعني مشكلة كبيرة لجنة الحكام في الفترة اللي جاي آخر حاجة فيه فقرة ترند ترند وهي متعلقة بالقرار اللي تم اتخاذه من معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي بخصوص التحقيق اللي بتجريه لوزارة خلال الساعات الحالية أو الساعات الجارية بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا طبعا كلام مهم جدا وفي تحقيق وفي لجنة تقص حقائق أو لجنة بتشوف المشكلة كانت عند مين أو مين الموظف أو مين المسؤول اللي تقاع عسعان أداء وجبه في مسألة طلب تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا والأزمة كانت فين مع مهم جدا لما يبقى عندك مشكلة لازم تعرف السلبيات هنا حصلت إزاي عشان ما تتقررش تاني ولو في شخص أخطأ ما نشوفش نفس المشكلة من نفس الشخص اللي فضل في مكانه تاني أي أن كان هو دوره إيه أو مسؤولياته إيه كامل التأذير واحترام لكل القيادات اللي موجودة في اتحاد الكرة من أول مجلس الإدارة حتى المدير التنفيذي لكل العاملين لكن التقدير والإحترام كشخص شيء والشغل شيء تاني خالص هنا حصلت مشكلة وإن كانت المشكلة ممكن يعني ما تزدش أزمتها عن 50-60-70% لأن برضو في مشكلة ليه علاقة بالتنصيق اللي تم خارجيا في فكرة إن احنا ممكن نقدم ولا ما نقدمش ده بقى اللجنة هتقوله يعني الموظف أو المسؤول أيا كان هو مين مدير تنفيذي رئيس التحاد بعد جواب للوزارة قال فيها عايزين ننظم بطولات معينة وما ذكرش دور الأبطال هل ده سقط سهوا هل حد قاله لا ما تطلبش لأن في دولة تانية مقدمة وطلبة تنظيم ودنكو على الشاشة ده القرار للصادر أو ده الخطاب ده الخطاب الصادر من اتحاد الكرة لوزارة الشباب والرياضة بخصوص التنظيم خمس أحداث رياضية من السبع أحداث اللي كان الاتحاد الأفريقي طلبها فيه 19 يناير الكلام قتل أبحثا في هذا الموضوع لكن أنا كل اللي أقصده في الموضوع ده التحقيق لازم يصفر عن حاجة من الاتنين وحاجة من الاتنين هي اللي هتقول لنا إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية أول حاجة هل سقط سهوا وخطأ من المسؤول عن هذا الأمر أي أن كان هو مين سواء رئيس الاتحاد أو المدير التنفيذي أو المكتب الفني داخل الاتحاد الكرة ده واحد ولا كانت فيه تعليمات إن ما يتمزش ذكر نهاء دور أبطال إفريقيا فيه الطلب عشان فيه تنصيق مع الاتحاد المغرب إنه هو هينظم دور الأبطال وإحنا هنطلب تنظيم الكونفيدرالية أعتقد ما لهمش تالت يعني واحدة من الاتنين يسقط سهوا بشكل غير متعمد وهنا يبقى فيه تحقيق مع المسؤول عن ده يأما كان دي تعليمات وتنصيق لمع الاتحاد المغرب إنه هو هيتطلب دور الأبطال وإحنا هنطلب تنظيم الكونفيدرالية خاصة إن الجواب اللي طلع يوم 14 أربعة اللي كان قدامكم على الشاشة سيبكم من الديد لاين كان آخر اتنين يعني سيبكم من مواعيد الاتحاد الأفريقي ما تاخدهاش كمقياس يعني الاتحاد الأفريقي بيمط في المواعيد زي ما هو عايز لكن لما تيجي يوم 14 أربعة تبعت وتطلب إنك عايز الضمانة الحكومية لتنظيم كأس أو نهاية كأس الكونفيدرالية هنا أنت كان عندك فريق وصل دوري الثمانية ولسه ما خرقش فبالتالي أنا مش عايز أسمع الأحداث بس بالتالي واضح جدا إنه كان فيه اهتمام بتنظيم نهاية كأس الكونفيدرالية مقابل إنه كان فيه اهتمام من طرف آخر إن دور الأبطال المغرب هتنظمه بدليل إنه محدش دخل قدامها من فرق شمال إفريقيا وكمان السنغالي انسحبت عشان تبقى المغرب هي المنظمة للمباراة النهائية التحقيق هيصفر عن واحد من الاتنين ما لهاش تالت وواحد من الاتنين هو اللي يعرفنا الفترة الجاية القرى المصرية بتداري إزاي هل فيه أخطاء من بعض الموظفين فيتموا معقبتهم ولا فيه تنصيق بيتم فبالتالي نعرف التنصيق ده هل الهدف منه مصالح شخصية ولا مصلحة الكورة المصرية سبق قبل كده الإسبوع اللي فات قلت إن التنصيق ده كان تم في مسألة تشكيلات اللي جان وأتمنى ما يكونش نفس التنصيق ده في مسألة التنظيم لكن هنسيب المختصين اللي بينقشوا وبيحققوا في الموضوع ده هم الليقولون النتيجة عشان نعرف الفترة الجاية إحنا راحين لي فين والاتحاد بيدار إزاي طيب ده كان كلام مهم جدا في فقر تريند 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 الأقصر من موضوع ومهم جدا بقى نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف تريند الأهلي واللي اتكتب على السوشيال ميديا بخصوص الأهلي إنه فيه كلام كتير جدا هنتكتب فيه الساعات الأخيرة بالنسبة للمرحلة اللي جاي أعلم بحضركم من جديد وفقر تريند الأهلي تريند الأهلي فيه مجموعة أخبار كده وتفاصيل كانت منتشرة فيه صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة قادر إمكان جدنا لكم أهم خمس موضوعات أو خمس عنوين كانت السوشيال ميديا مهتمة بيها في الساعات الأخيرة كورا بلس وكورا بلس على تويتر يتكلم على كيف يفكر الأهلي بشأن مستقبل لويس ميكي سوني الحساب الرسمي لكورا بلس على تويتر قالوا إن لويس ميكي سوني اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم الجديد والإدارة تكسف محاولتها من أجل تسويق اللعب والبحث لها عن عرض مناسب سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة مثل ما حدث مع آليو باجي أو مع والتر بواليا على حسب مصادرهم يعني أن المسؤولين في الأهلي يروا أن ميكي سوني فشل في تقديم أوراق اعتماد ما يشفع له للتواجد في التشكيلة الأساسية خلال الفترة اللي جاية ومن الأفضل البحث عن عناصر جديدة لدعم الخط الأمام للفري في الفترة المقبلة هنا عند جزئيتين أولا لويس ميكي سوني عنده إصابة في الفترة الحالية والإصابة دي تاخد مساحة من الوقت ممكن حوالي شهر ونص أو شهرين فبالتالي فكرة أنه يلحق يلعب مباريات في الموسم الحالي قبل الانتهاء منه يوم 30 أغسطس هتبقى صعبة شوية ولو شارك ممكن يشارك في الأسبوع الأخير أو آخر 15 يوم من نهاية الموسم وده بيتوقف على وجهة نظر الجهاز الفني وقتها دي جزئية الجزئية الثانية التفكير في التعاقد أو رحيل أي لعب أجنابي بيبقى مختلف تماماً عن فكرة اللعب المحلي يعني اللعب الأجنابي اللي ما بتاخد فيه قرار بالإعارة أو البيع بتبالي حسابات هل عندك البديل المناسب هل عندك فرصة أنك تنهي صفقة في نفس المكان بلاعب أجنابي آخر أفضل من اللاعب المتاح الكلام ده عشان يتم حاسمه صعب دلوقتي لكن هتبدأ مؤشراته تظهر خلال الشهر اللي جاي بنسبة كبيرة خاصة أن عدد الأجانب اللي عندك متاحين بعدد معين خمسة ولو هتتحرك هتتحرك في الخمسة العدد ممكن يزيد صعب جداً العدد ممكن يقل سمعين كلام بيتقال كده أنه ممكن الأجانب يقل العدد من خمسة لأربعة أو تلاتة برضو عدد الأجانب لو قال لو كلام ده صح أو المصادر اللي قالت الكلام ده كانت بترمي براليونات اختبارة عشان تشوف ردود الأفعال لو كلام ده حصل برضو هتعيد صياغة فكرة أنك تجيب لعيب أجنابي كل دي أمور بتبقى على الترابير زي الناس بتوقع تفكر فيها قبل ما تاخد القرار لكن كورة بلس كان بيفكر في شهرين تلاتة جايين إيه اللي ممكن يحصل؟ وأنا في القرى تحديدا عارف أن كل ساعة فيها متغيرات كل دقيقة فيها جديد المطش لوحده لو لعب اللاعب مباراة مميزة الصحافة نفسها بتغير وجهة نظرها وكلامها من اللي كتابته النهاردة على إمبارح أو ممكن تكتبه بقر طيب يلا كورة بتكلم على طاهر محمد طاهر وإن بلحكت في مباراة ودية مع فريق قوات الدفاع الجو انتهت بفوز الأهلي بخمس أهداف مقابل لشيء لكن طاهر ملعبش المباراة مصدر بالأهلي ليلا كورة قال إن غياب طاهر محمد طاهر عن وديت الأهلي والدفاع الجوي كانت بسبب إجهاد عضلي شديد وبالتالي فضل الجهاز الفني إنهم يرياحوا اللاعب عشان ما يكونش فيه تفاقهم لإصابة نفظل إن فيه ضغط مطشرة الفترة الجاي فبالتأكيد الجهاز الفني محتاج يطمئن على كل اللاعبين طيب نروح ليه خبر تاني ومتعلق به محمود متولي حساب اليوم السابع على تويتر بيقول إن محمود متولي لا يعاني من فيروس كورونا وإسابته نزلت برد عادية على فكرة يا جماعة مش أي نزلت برد على طول تعتبرها كورونا يعني ما ياسر إبراهيم المنتخب ما استدعوش في اللحظات الأخيرة وما سفرش معهم لمطش إثيوبيا بسبب نزلت برد فبالتالي محمود متولي ما عندوش كورونا والنادي الأهلي أكد إن ما فيش كورونا ولو فيه كورونا هيتم إعلانها يعني ما حدش هيخبي حاجة زي كده لكن نتمنى إن شاء الله محمود متولي الفترة الجاية محتاجين نشوف بقى في المطشاط لإنه محتاجين نركز مع كل عناصر اللي عندنا لإنه عندنا مطشاط صعبة وفيه ضغط كبير جدا فمحتاجين نستفيد بياسر وآيمن ورامي ومحمود متولي ونستعد بدري بنون مهم جدا فيه الفترة اللي جاية طيب المصر الرياضي نقلا عن صحف عربية هو الخبر مش على عهدة المصر الرياضي لكن المصر الرياضي في حسابها على تويتر كاتبوا إن الأهلي يقترب من ضم أحمد الكندوزي لاعب الوسط المدافع بالفريق القروي بنادي وفاق ستيف بعد تألق اللاعب اللافت خلال مشاركته مع فريقه في دوري أبطال إفريقيا وقالوا إن توسل مسؤول القلعة الحمراء برئاسة الكابتن الخطيب مع رئيس وفاق ستيف على مبلغ مالي يقدر بمليون وخمسمائة ألف دولار للتعاقد معاه وقالوا إن الأهلي بيسعى لضم اللاعب بعد اقتراب المالي أليو ديانج من الرحيل طيب هو مبارح كل الصحف الجزائرية نقشت واتكلمت على فكرة إن زيارة حكيمها السرار رئيس نادي وفاق ستيف لمقر نادي الأهلي في الجزيرة واجتماع مع الكابتن محمود الخطيب هو أمر متعلق بصفقة اللاعب الجزائري أحمد القندوزي اللي هو يكون موجود فيه نادي الأهلي طبعا الكلام ده عاري تمام من الصحة ولم يتم التطرك لهذا الأمر بشكل رسمي ولا بشكل معلن الأمر كان ليه علاقة بترتيب اتفاقية التوأمة اللي تمت بين الأهلي وفاق ستيف في الفترة الأخيرة وكان فيه اهتمام من رئيس نادي وفاق ستيف يكون موجود في القاهرة ويكون فيه زيارة ودية مع النادي الأهلي ويلتقي برئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وعلى الفور حتى كان فيه زيارة وجولة داخل مقر النادي وتحديدا في قطاع الكورة زيارة ملعب التيتش زيارة المقر الرئيسي لفريق الكورة والمدرج الخاص بملعب التيتش وكمان كان فيه إهداء من الكابتن محمود الخطيب بالتيشيرت الخاص بكابتن محمد الشناوي حارس الفريق وكابتن فريق النادي الأهلي فبالتالي الزيارة كانت زيارة ودية توطيط العلاقات مع الأشقاء في الجزائر تبادل الخبرات والاستفادة بهذه العلاقات القوية مع المسؤولين في الجزائر خاصة فريق وفاق سطيف الجزائر اللي بتربطه علاقات طيبة مع النادي الأهلي مش معنا أن فيه توقامة وفيه اتفاقية أنه ممكن يكون بسببها فيه لاعب لو فيه لاعب النادي الأهلي هيعن ونادي وفاق سطيف نفسه ممكن يعلم لكن هي دائما الصحافة بتكتهد وننتظر في الفترة اللي جاية كلموا عن ميكي سوني ممكن يكون فيه لاعب مكانه كلموا عن أليو ديانجا يرحل فييجي مكانه اللاعب الجزائري هنسمع كلام كتير ممكن نسمع كمان بدري بنون علي معلوم لسه مجدد فبالتالي الأخبار هتبقى مسيرة في الفترة اللي جاية في ظل قبل فتح باب الانتقالات الصيفية في أول شهر تسعة اللي جاية طيب موقع بطولات وآخر حاجة معايا في ترند الأهلي وليد العطار لموقع بطولات والحساب الرسمي لها على تويتر بيقول مباراة الأهلي والبيرامدزي في ربع نهائي كأس مصر ستلعب بتقنية الفيديو طيب ده كان تصريح قاله الكابتن عصام عبد الفتاح وأكده الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي وقال هيكون فيه تقنية الفيديو في هذه المباراة رغم أن الكاس السنة اللي فاتت في دور التمانية ما كانش بيقام بتقنية الفيديو لكن حصصية المباراة وأهميتها بيتحتم على التحاد الكورى أن يلعب المباراة بتقنية الفيديو لكن أتمنى مع وجود التقنية أن يكون طاقم تحكيم أجنبي في الملعب وفيه تقنية الفار في هذه المباراة الحاسمة والمهمة فيه مشوار كأس مصر الفيديو زي لعب بتروجيت والفيديو سيواجه الزمالك فيه نهائي الكأس كأس الموسم الماضي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف أخبار منتخبنا والترند المحل وباقي فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد والترند المحل الترند المحل هيكون التركيز فيه أكتر على منتخب مصر عنده مباراة مهمة جدا في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم في القودفور وبعد الفوز على غينية بالتأكيد مهم جدا ترجع بنتيجة إيجابية من ملاوي بعد مواجهة إثيوبيا طيب الترند المحل بيبدأ من صفحة الاتحاد المصري على الفيسبوك ولنشر تصرحات لإيهاب جلال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة غدا كابتن إيهاب جلال أكد أن مباراة إثيوبيا المقررة لها غدا في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأم الإفريقية عشرين تنتا وعشرين هي مباراة قوية وليست سهلة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النقاط السلاس تابع الكابتن إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إثيوبيا في السادسة من مساء غد الخميس وقال أن منتخب مصر يواجه حظ سيء بسبب قصرة الغيابات المتمثلة فيه محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجي وأحمد حجازي الرباع بيغيب بسبب الإصابات كما أثنى المدير الفني لمنتخب مصر على أرضية ملعب استادة بينجورا مؤكدا أنه مقارنة بالملاعب الموجودة في إفريقيا فهو ملعب جيد بينما أكد عمر السلية قائد منتخب مصر اللي كان حاضر المؤتمر مع كابتن إيهاب جلال قال لا توجد مباراة سهلة حاليا نلعب جميع مبارياتنا للفوز وإن جميع اللاعبين جاهزونا للمباراة من أجل تحقيق الانتصار الثاني والاستمرار في تصدر المجموعة دي تصرحات مهمة من كابتن إيهاب جلال وأيضا قائد الفريق عمر السلية وطبعا المنتخب بيفتقد لرباعي مميز جدا للرباعي المحترف صلاح نني تريزيجي أحمد حجازي لكن البركة في كل الموجودين تم الاستعانة بباهر المحمدي تم الاستعانة بأحمد رفعت في اللحظات الأخيرة لاستكمال شكل القايمة قبل السفر في ظل أن المباراة دي بتتلعب 11 أساسي و12 لعيب على دكة البودلاء فبالتالي لازم يكون عندك رصيد بشري كبير جدا من عرض اللعيبة هتلعب ب23 فلازم يكون معاك على أقل 3-4 لعيبة زيادة تحصوبة لأي شيء قبل موعد المباراة إصابة لقدر الله إيجابية مسحة كورونا لأي لعب كل ده وارد جدا فعشان كده المنتخب استدعب لعيبة في ظل غياب عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد صلاح فتم الاستعانة بأحمد رفعت وي باهر المحمدي طيب حساب الاتحاد المصري أيضا بيتكلم على الملعب الملعب اللي يستضيف المباراة حساب اتحاد الكرة على تويتر بيتكلم على أن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني المنتخب مصري كان حريص على معينة ملعب بينجو الدولي الذي يستضيف مباراة منتخب مصر وإيسيوبيا غدا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة مساء غد الخميس دعونكم على الشاشة دي صورة الملعب وطبعا كلنا عارفين أن إيسيوبيا ملعبها غير معتمدة من الاتحاد الإفريقي وهي بتختار الملعب اللي ممكن تلعب عليه طبعا إيسيوبيا عشان لعبة أول مباراة مع ملاوي في ملاوي وما بين المباراة الأولى والتانية بنتكلم حوالي خمس أيام أو ستة أيام ففضلت أن يتلعب المباراة التانية في نفس الملعب وده اختيار لإسيوبيا ممكن بعد كده تلاقي إسيوبيا بتلعب مع ملاوي في المغرب في تونس في الكونغو في أي مكان مش شرط أن يتلعب في ملاوي تاني هي التوقيت ده في الأجندة اخترت الملعب ده لأن ده الملعب اللي لقيت عليه مع ملاوي الأسبوع الماضي فمش محتاجة تسافر فعايز تفضل في مكانها عسكرة بشكل كويس لهذه المباراة مباراة منتخب مصر فنسبة الإكسجين بتبقى قليلة فبيأثر بشكل كبير على القدرة البدنية لللاعبين ففرصة جيدة الملعب كمان إيهاب جلال قال أنه هو مناسب بالمقارنة بالملعب الإفريقية ونتمنى إن شاء الله نشوف مباراة كبيرة لمنتخبنا ونلعب كورة أحسن من اللي ظهرنا بيها في مباراة غينية أتمنى إن شاء الله نشوف كورة كويسة والنتيجة كمان إيجابية آخر حاجة حسب يلا كورة كان مهتم بيه تصريحات تانييلو فينجادا فينجادا كان ليه تصريحات تتكلم فيها عن كارلوس ساكيروش قال فيها جاء كيروش قبل أسبوع من المباراة ربما وهي فترة قصيرة كان من الأفضل أن يأتي لتدريب المنتخب قبل المباراة بفترة كبيرة لو تتاح له فرصة كبيرة للعمل مع المنتخب دي كانت تصريحات من نييلو فينجادا عن كارلوس ساكيروش كارلوس كيروش جيش تغل وكانت فترة صايرة فعلا في الفترة السابقة قبل انطلاق مباريات كأس فيفا للعرب في الدوحة بعد كده كأس الأمم بعد كده اللقاء الفاصل مع السنغال في تصفيات كأس العالم ولعب حتى آخر مباراتين في مباريات المجموعات التصفيات الموهلة لكأس العالم لكن في النهاية المحصلة لا خدت كأس العرب ولا فوزت بكأس الأمم ولا رحت كأس العالم فكان فيه تقييم للمرحلة وكان فيه اجتماعات مع كارلوس كيروش وفي النهاية ما حصلش اتفاق ما بين الطرفين عشان يتم انهاء التعاقد بشكل واضح والتعاقد مع إيهاب جلال أتمنى نقفل الصفحة زي ونركز مع الفترة الجاية ونخف شوي من تصريحات في إنجادة لأنها لا هتقدم ولا هتأخر والراجل نفسه جيش تغل في اتحاد القرى سنة وأقول لأكتر من سنة لا شفنا له أي بصمة ولا عارفنا جيف إيه وميشي في إيه ومحدش حسب حد حتى على اللي جاف إنجادة انت جبته ليه وعمل إيه وإيه الدور اللي قام به أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع مع بعض وآخر فقرة مع بعض النهاردة فيه فقرة أو فيه برنامج الترند أهلا بحضرتكم من جديد والفقرة الأخيرة من برنامج الترند وهتكون بنستعرض مع بعض الترند العالمي ومشاركة الجمهور على السؤال التي راحناه في بداية الحلقة نبدأ الترند العالمي وزي ما أنتم متعودين أول حاجة لازم تكون بالتأكيد نجمنا المصري محمد صلاح والمراضي من حساب ليفربول على تويتر واللي قال إن محمد صلاح حصل على جائزة لعب الموسم في الفريق لعب الموسم في الفريق إن محمد صلاح أحرص 31 هدف وعمل 15 أسست وعمل إنجازات مميزة مع ليفربول خلال هذا الموسم فبالتالي حساب ليفربول على تويتر قال إن جائزة لعب الموسم في الفريق هتكون للنجم المصري محمد صلاح طيب نروح كمال حاجة تانية ومعنا حساب في الجول بيتكلم على محمد صلاح مع ليفربول الموسم ده عمل إيه؟ طيب حساب في الجول على تويتر قال إنه بطل كأس الاتحاد الإنجليزي بطل كأس الربطة الإنجليزية هداف الدور الإنجليزي أكثر من صنع أهداف فيه الدوري أكثر من سجل من ليفربول فيه دور الأبطال لاعب الموسم في ليفربول 51 مباراة ساهم في 47 هدف سجل 31 صنع 16 عمل أسست ل16 هدف أرقام مميزة جدا لنجمنا المصري في حمص راح للأسف هيغيب عن مباراة بكرة وحاليا هو في فترة راحة سلبية استعدادا بقى للموسم اللي جاي عندهم الدور الإنجليزي هينطلق بعد شهرين فلازم ياخد راحته السلبية ثم يستأنف التدريبات طيب حساب إي بي إل وورلد على تويتر بيقول إن محمد صلاح أخبر أصدقاء المقربين إنه كان مستعد لتجديد عقده مع ليفربول ولكن غير رأيه بعد أن تلقى وعدا من برشلونة بضمه بشكل مجاني العام المقبل كلام مهم جدا وخطير جدا ولكن ده على حساب إي بي إل وورلد على تويتر هل ممكن صلاح ما يكملش مع ليفربول السنة الجاية وينطاقل بعدها لبرشلونة ده هنشوفه فيه الساعات اللي جاية أو خلال الشهور القادمة طيب حساب سكاي سبورتس البريمير ليج وده حساب مهم جدا بيتكلم على ساديو مانيه بيقولوا إن إدارة ليفربول رفضت العرض التاني المقدم من بايرني ميونيخ لضم ساديو مانيه بقابل مقابل 30 مليون أورو يعني واضح جدا إن فيه فتح باب المفاوضات ما بين ليفربول مع بايرني ميونيخ بخصوص انتقال ساديو مانيه وكانت فيه تصرحات مهمة جدا لساديو مانيه على هامش نهاية دورة أبطال أوروبا وده كده مؤشر لكل سادة المتابعين والمشاهدين إنه ممكن ينتقل في الساعات اللي جاية أو في الفترة اللي جاية للدوري الألماني وإنه بيرغب إنه يغير المحطة القادمة بدل ما يكون في الدولة الإنجليزية ينتقل إلى الدوري الألماني واضح إن فيه مفاوضات وسكاي سبورتس بيتكلم على إن فيه أرقام بدأ التفاوض عليها لكن العرض الثاني المقدر بـ 30 مليون أورو نادي ليفربول رفضه وهل البيرن عايزود القيمة ولا خلاص عيوف على كده واللعب يكمل في ليفربول ده هنشوفه خلال الساعات اللي جاية طيب آخر حاجة معايا في الترند العالمي حساب ريال مدريد على تويتر واللي أعلن فيه تمديد عقد لوكا مودريتش حتى 2023 لوكا مودريتش ده أنا بعتبره من أهم اللعيبة اللي بتلعب في ريال مدريد خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا ولعيب محوري في وسط الملعب لو حصل تغيير في قوالة الفريق أو حصل هبوط في مستوى بعض اللعيبة لكن لوكا مودريتش من اللعيبة اللي نقدر نقول عليها يعني رمانة الميزان أو الرئة اللي ريال مدريد بتنفس بيها في المباريات لعيب مميز جدا وأنا سعيد على المستوى الشخص باستمراره مع الرئة للسنة القادمة 20-23 طيب سؤال طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم لتشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا إيهاب جلال ممكن يبدأ بمين؟ إبراهيم رجب بيقول أبو جبل أو مابين قصين الشناوي لأن الشناوي كان غايب بسبب الكورونا في مطش اللي فات فأبو جبل اللي لقيت خط الدفاع عمر جابر الوينش ياسر أيمن أشرف حمدي السلية أفشة زيزو ومصطفى وعمر مرموش برادة شكل التشكيل ده من وجهة نظره هيكون مختلف عن تشكيل مطش غينية عمر محمد بيقول نبدأ بالشناوي أيمان أشرف الوينش باهر المحمدي طبعا لسه منضم نتيجة غياب عبد المنع مياثر إبراهيم عمر جابر هيكمل في نفس المركز زيزو أيمان أشرف في المطش اللي فات السلية وحمدي وإمام عشور نفس سلاسي لارتكاز المطش اللي فات مرموش لا صلاح مش موجود صلاح غايب المطش ده يا أستاذ عمر وكاتب مصطفى محمد يبقى ممكن بقى حد تاني ممكن شريف ممكن نشوف حد تاني في المكان ده لا محمد شريف كمان مع الأهل صح دا مش موجود مع المنتخب كريم السيد عمار بيقول مساء الخير عليك يا أستاذ محمد أهلا بيك يا أستاذ كريم بيقول الشناوي لو جاهز عمر جابر الوينش أيمن عمر كمال عبد الواحد إنني وحمدي وقفشة زيزو تريزيجي أحمد عاطف يا جماعة تريزيجي مش موجود في المنتخب ممكن يكون فيه فرصة بالدفع بأحمد عاطف في المباراة القادمة لكن أحمد عاطف ما عندوش خبرة المباراة الدولية هل هيبقى فيه فرصة يدفع بيئهاب جلال دا هنشوفه بكرة أستاذ محمد حمادة بيقول أبو جبل عمر جابر محمود علاء الوينش أيمن أشرف حمدي فتح عمر السلية إمام عشور أحمد زيزو أفشة ومصطفى محمد هو اللي أنا واضح قدامي إن فيه يعني استقرار على مركز وسط الملعب السلية حمدي فتح إمام عشور مفيش تغيير في المكان دا لكن فيه اختلاف في حراسة المرمى فيه اختلاف فيه خط الدفاع فيه اختلاف فيه رأس الحربة وخط الهجوم بالنسبة لمنتخبنا الوطني في العموم بنتمنى التوفير لمنتخبنا في وبرات بكرة العودة بنتيجة جابية مهمة جدا عشان مشوار المنتخب يبقى جيد وبداية موفقة للكابتن إيهاب جلال مع منتخب مصر في الختام بشكر حضراتكم على خصن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء